مع توسع رقعة المعارك في البلاد تتوسع رقعة مخيمات النازحين أيضاً الحكومة في آخر بيان لها بخصوص نازح الحرب أفادت بأن أعداد النازحين في تزايد مستمر حيث ارتفعت أعدادهم إلى ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف شخص خلال العام الماضي وبحسب رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في اليمن فإن أعداد النازحين في محافظة مأرب ارتفع عشرات الأضعاف خلال العام الماضي حيث قارب المليون نازح بعد إن كان عددهم في العام 2017 قرابة ثمانين ألفاً معارك الساحل الغربي في الفترة الأخيرة كانت سبباً رئيسياً في مضاعفة أعداد النازحين داخلياً حيث دفعت الكثير من سكان مدينة ومديريات محافظة الحديدة للفرار من منازلهم وفق الإحصائيات الرسمية فإن عدد النازحين من مدينة الحديدة بلغ أربعمائة وخمسين ألف نازح موزعين على المديريات المحررة في الحديدة ومحافظات أخرى مجاورة ففي الخوخة وحدها يقبع نحو سبعين ألف نازح في ظل انعدام الخدمات وغياب المنظمات الإنسانية المعارك الأخيرة في حجور أدت هي أيضاً إلى نزوح مئات الأسر بعد أن شنت ميليشيا الحوثي على مناطقهم وقراهم حملة عسكرية وفرضت حصاراً مطبقاً منعت عنهم دخول المواد الغذائية ونقل مياه الشرب من جهة وادي مور وعاهم في ظل ندرة الآبار ومشاريع المياه يقول سكان المحليون إن الفارين من قرى حجور في كشر وأفلح الشام بحجة بالإضافة إلى أهالي الحشة في الضالع يعانون أوضاعاً إنسانية مأساوية ويفتقر بعضهم للمأوى وفي ظل هذه التغريبة الفضيعة يكابد اليمنيون في الداخل مرارات الحرب وتدائيتها فيما يشاهد ذويهم من الخارج ذبول أحبائهم وقد طوقهم الموت هنا في هذه البلاد الذاوية في المخيمات تتكاثر الأوبئة والأمراض وفي مناطق الهامش يزحف الجوع على أكواخ الفقراء لنهش ما تبقى من حياة ترجمة نانسي قنقر